موسيقى الدبلوماسية الثقافية ودور موريتانيا في إفريقيا جسور من شنقيطة إلى الحبشة موسيقى فعالية مهرجان عيون المكفى الثقافي مزيد من إشراقات الفن والتراثة ثقافة الإعلاميين بين تجارب السنين ودورات التكوين أهلا بكم مشاهدين في التفاصيل دشنا فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد دول عبد العزيز مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أدي سبابا المقر الجديد للسفارة الموريتانية الذي جاء معلمة هام لتعزيز جسور الدبلوماسية الثقافية والمتعددة الأبعاد لموريتانيا اليوم في القارة الإفريقية ولدى عاصمة الاتحاد الإفريقي أدي سبابا ويعتبر هذا الإنجاز تعزيزا للدور التاريخي لبلاد شنقيط في نشر قيم المحبة والسلام والتعريف بالثقافة الموريتانية وتطلعات شعب المرابطين من أجل إفريقيا حرة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار التقرير التالي ومزيد من التفاصيل فيك الافتتاح المقر الجديد للسفارة الموريتانية في أدي سبابا عاصمة الاتحاد الإفريقي بحضور وإشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز حدثا هاما في سياق الديبلوماسية الثقافية لموريتانيا ودورها البارز في القارة الإفريقية كمشعل تاريخي لنشر قيم التسامح والسلام والحوار بالتي هي أحسن بين الشعوب المقر الفخم والمتميز لسفارة أرض المنارة والرباط في العاصمة الإثيوبية جسد نقلة حيوية لأداء الدبلوماسية الموريتانية في إفريقيا من خلال تدشين فخامة الرئيس محمد العبد العزيز لهذا الصرح الدبلوماسي الموريتاني على أول أرض وطئتها أقدام العرب المسلمين منذ أول هجرة لهم في التاريخ من مكة المكرمة إلى الحبشة في عهد ملكها العاد الآن ذاك النجاشي إنها محطة أخرى من شأنها أن تعزز من جسور الدبلوماسية الثقافية والتعريف أكثر بموريتانيا في هذا الجزء الآخر من القارة السمراء بكل أبعاده الاستراتيجية والتاريخية والثقافية والسياسية تكون هذه المباني التي شيدت وفق المعايير العصرية على مساحة قدرها 1740 متر مربع من عمارتين كل منهما تتألف من أربعة طوال إحداهما مخصصة في إقامة مجهزة بأحدث التجهيزات بينما تخصص ثانية في مكاتب السفارة وتتوفر على 14 مكتبا وقاعة كبيرة للاستقبال وقاعة للاجتماعات وتجول فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز في بيت شنقطة الجديد بأدي سبابا صحبة الوفد المرافق وطاقم السفارة حيث تحوي هذه المعلمة الدبلوماسية الموريتانية عديد القاعات والمكاتب والمرافق المختلفة بطراز معماري وفني أصيل يعكس الأصالة والتراث الثقافية لبلاد شنقيط شكلت ليالي مهرجان عيون المكفى الثقافي في عاصمة الحوض الغربي لعيون فضاء رحبا لتلاقي جمهور الولاية الذي استمتع بفقرات هذا البرنامج المختلف على إقاعات الأدب والموسيقى والتراث في هذه النسخة الرابعة من المهرجان السنوي لمدينة العيون تقرير المختار أبو التاح وفي الليلة الثانية من ليالي مهرجان عيون المكفى تميزت السهرة الثانية من سهرات المهرجان بحضور كبير ومكثف لجماهير المدينة التي قدمت من كل مكان واستمتعت بالأغاني الشعبية في سمر شبابي متنوع نجوم فنية شبابية تشطع في مدينة العيون وتخطف الأضواء في منصة المهرجان وهي تقدم عروضا رائعة وسط تفاعل كبير مع جماهير مدينة العيون موضوع الوحدة الوطنية كان حاضرا على خشبة المسرح الثرية بسكتشات تعالج الواقع وتحارب ظاهرة اجتماعية خطيرة منها انتشار المرض السدى وظاهرة غلاء المهور هذا وتميزت السهرة الثانية بالتنوع والتفاعل من قبل جماهير المدينة مختار باب التاح الثقافية مدينة العيون الاعلام مهنة لا يتألق فيها الا اصحاب الكفاءات والقدرات المتميزة بمن استطاعوا تحصيل ثقافة متميزة في مختلف الحقول والمعارف وراكموا بعد ذلك تجارب عملية في الميدان صنعت منهم اصوات معروفة عبر الاثير او نجوما مضيئة على الشاشة او اقلاما فريدة بين السطور بالنسبة لاجيال الصحافة غير ان بالنسبة لاجيال الصحفيين قرأ ان المسار الاعلامي الناجح بهذه المواصفات لا يمكن ان ينبع من فراغ او يأتي بمحض الصدفة في عصر الثورة الاعلامية المفتوحة والمتعددة الوسائط فبين ثقافة الاعلاميين المطلوبة مسافات اخرى من تجارب السنين ودورات التكوين لمن شرح الله صدره لمهنة الاعلام خاصة في الاذعة والتلفزيون التقرير التالي ومزيد من التفاصيل ليست مهنة المتاعب التي تطلق على الصحافة والاعلام عموما ميدانا مناسبا لكل من هب ودب فعوامل النجاح فيها وتحقيق التميز والتألق المهني في عالمها الواسع امور تحتاج الى عوامل اساسية لاكتساب ثقافة اعلامية قوامها التجربة العلمية عبر السنين ومزيد اخر من الدربة والميران ودورات التكوين التي لا غنى عنها لصقل عود اي شخص يلج عن وعي ابواب هذه القلاع المحصنة اليوم بالعديد من اسلحة النفاذ الشامل للمصادر الخبر والمعلومات وقضايا الفرض والمجتمع واحداث الكون والحياة بلا حجب ولا ستار في زمن تدفق الانترنت وتسارع وتيرة المنافسة بين وسائل الاعلام في الصورة والصوت ووسائل الانتاج والاشهار وتسويق الخطاب مشاريع اعلامية عديدة في المنطقة العربية والعالم قديما وحديثا ظلت باستمرار في صراع دائب لحجز مكان لها في قطار الاعلام الجديد قديما وحديثا منذ تجربة البي بي سي في منتصف الاربعينيات بلندن كرؤية لدولة عظمى هي بريطانيا للعالم العربي والتفاعل معه ثقافيا وسياسيا وصولا إلى مختلف تطورات الاعلام العربي المعاصر في الإذاعة والتلفزيون وتعاقب أجيال مختلفة على المبارسة الاعلامية راوحت بين التميز في العطاء وضعف الأداء أحيانا أخرى في معادلة صعبة طرفاها دائما هشاشة ثقافة الاعلاميين بين مستويات التمكين ومحتويات التكوين فما هي رؤية كبار الإعلاميين العرب اليوم لجوانب هذه القضية المطروحة بعمق في إشكاليات تخريج جيل إعلامي جديد يجمع بين ثقافة العصر وخبرة الميدان ولتسلط الضوء أكثر مشاهدين على هذا الموضوع نستضيف لكم الدكتور فؤاد عبد الرزاق إعلامي وخبير في مجال التكوين وتدريب من لندن بريطانيا أهلا وسهلا بكم دكتور معنا في هذه النشرة الثقافية بداية دكتور يعتقد البعض أن الإعلام اليوم أصبح مهنة من لا مهنة له في ظل انحصار زمن النجوم الإعلامية في الإذاعة وتلفزيون وطبعا تراجع المستوى الثقافي والمهني لكثير من الصحفيين هل لهذه الأراء ما يبررها في أداء وعطاء جيل الإعلاميين المعاصر وأين هي مظاهر الخلل؟ برعيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشكر لكم هذه الاستضافة في القناة الثقافية الوليدة وبالنسبة لهذا السؤال الكبير الذي طرحه التقرير والذي طرحت منه أقول أن هذه العبارة أصبحت ممجوجة لأن كل مهنة تقول هذه العبارة الترجمة أصبحت من لا مهنة له الصحافة مهنة الله هذه لا تنطبق كثيرا على الإعلام والإعلاميين إلا في أطر محددة عندما يكون الإعلام هو الصوت الواحد الذي يراد أن يكون صوتا واحدا غير متعدد هنا يقفز إلى هذه المهنة ما نقول أنهم يبحثون عن أي شيء يركبون به موجة الإعلام ومن هنا ممكن أن تطبق بقولة من لا مهنة له الإعلام في عصرنا الحديث يجب أن يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات العصر ويجب أن ينفض عن نفسه إطار التقليدي لأن المتلقي سواء كان مستمعا أو قارئا أو مشاهدا يتوقع أشياء غير التي درجنا عليها في الإعلام القديم الذي يدرس بطريقة تقليدية وأيضا يأتي الإعلاميون ويقدمونه بالطريقة التقليدية لسبب أو لآخر ومن هنا فعملية التثقيف التي يجب أن يتوفر عليها الإعلامي هي مهمة جدا وأيضا التدريب على كيفية مواكبة الإعلام للعصر مواكبة التكنولوجيا الرقمية ومواكبة الأمور المستحدثة في الإعلام كي يلقى رواجا وقبولا لدى المطلق هناك دكتور من يربط الإعلاميين اليوم بالشهادات الجامعية وهناك من يربط الإعلاميين بالكفاءات والمهارات الذاتية أو الموهبة إن صح التعبير هناك من يربط ذلك كله بتجارب السنين وتجارب السنين طبعا وراء الميكروفون أو على شاشة التلفزيون ما هي برأيكم بطاقة تعريف الإعلامي الناجح على ضوء كل هذه المعطيات؟ الإعلامي الناجح هو الذي يستفيد من تراكم الخبرات عبر السنين مثلا في التدريب ليس كل فرد مؤهل لأن يدرب الإعلاميين لأنه ليست مجرد مجموعة من الأوراق يأتي بها من الإنترنت ثم يدخل بها إلى المتدربين المدرب هو خبرة والعلم كما يقال في الرأس وليس في الكراس بمعنى أنه قادر على أن يقدم المعلومة بحكم خبراته وبحكم التجارب التي مر بها هو نفسه كإعلامي ومن هنا أهمية التكوين أو التدريب كما ذكرت الإعلامي الجيد هو الذي يجيد أدواته بصرف النظر عن الشهادات أن معظم الإعلاميين ليسوا متحصلين على شهادة تخصص في الإعلام هذا ما أقصده وليس بالضرورة أن كل خلالات الإعلام هم الذين يتبوؤون هذا الأمر ويستحسن بطبيعة الحال أن يجمعوا بين الدراسة والخبرة الموجودة ولكن من هنا كما قلت أنت في البداية لأن أصبحت مهنة من لا مهنة له وقفز على هذه المهنة الكثيرون مثل مهمة النقد الرياضي يعني ليس كل لاعب سابق يصلح أن يكون ناقدا رياضي النقد الرياضي أيضا علم وأيضا له إعلام فليس بقرنه لاعب مشهور يستطيع أن يقدم منتجا إعلاميا أو برنامجا رياضيا ومن هنا تجد الكثير من الفلتات وكثير من النواقص في الأداء الوظيفي بالنسبة لهؤلاء الناس ليس موضوع الشهادات ولكن إذا اجتمعت الخبرة مع العلم فهذا شيء جيد دكتور عبد الرزاق أنتم من جيل إعلامي متميز عامل فترة طويلة من الزمن في إداعة بي بي سي في لندن عرفه المستمعون العرب في كل مكان أولا كيف بدأتم مشواركم الإعلامي مع راديو لندن بي بي سي وما هي أهم البرامج الثقافية التي قدمتموها هنا لندن وبقيت في ذاكرتكم حتى الآن هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل ولكن اختصارا بدأت مع هيئة الإذاعة البريطانية منذ عام 1986 يعني ما يربع على أكثر من 30 عاما حتى الآن وأنا الحمد لله اشتغلت في هذا المكان الواحد لم أذهب إلى أي مكان آخر وكنت في هذه الأثناء أحضر لرسالة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وأدب المقارن وكان عنوان الرسالة يعني مشوقا بالنسبة لي وكنت أجمع المادة العلمية أثناء عملي مع البي بي سي قدمت برنامجا لعله كان شهيرا يسمى ذاكرة إذاعة يعني أجزت كوى من 63 حلقة وقدمت وكانت تبحث في الدرر والتراث الموجود في أرشيف هيئة الإذاعة البريطانية منذ عام 1938 يعني القسم العربي الآن عمره 81 عاما لأنه بدأ 1938 كما أسلفت ومر عليه الكثير من التغييرات وأنا تقلبت في كل المناصب وأيضا من ميزات البي بي سي أن الإنسان يظل متدربا أنه تلقى التدريب والدرات التكوينية كما يقال من المهدي إلى اللحدة فطبعا هنا مذيع أخبار ومرامج إخبارية أعلم الظاهرة على هذا المساء أعلم هذا الصباح وأيضا هذا البرنامج والبرنامج هذا التوقف ولكنه أنا أعتبر من أحب الأشياء والإنجازات إلى قلبي نظرا لأن استمتعت به يعني أمتعت المستمعين واستمتعت به أيضا لأن أمور لا توجد في أي مكان آخر وهو كذلك دكتور منذ سنوات عديدة وأنتم تزورون موريتانيا باستمرار لتكوين وتدريب أجيال من الإعلاميين الموريتانيين في الموكشوت كيف وجدتم المشهد الإعلامي في موريتانيا وماذا عن طبيعة وحصاد الدورات الإعلامية التي أشرفتم عليها منذ البداية وحتى اليوم والله أصدقه القول أن أستمتع كثيرا بتدريب في موريتانيا لأن الطلاب هنا أو الصحفيين يعني يتوفرون على النشاط والهمة وحب التعلم وأيضا كل عام أرى جديدا في مجال التدريب وعلى مدى 13 عاما متوالية دون انقطاع نقدم البرامج التدريبية للإذاعة الموريتانية وشتى المجالات سواء فن إجراء المقابلات ومأثنة الدورة الأخيرة كانت تتعلق بكيفية تغطية الانتخابات نظرا لأن موريتانيا مقبلة على استحقاق رئاسي مهم ومن المهم أيضا أن يكون الصحفيون مستعدين لتغطية هذا الخبر حسب الأسس السليمة من واقع الموضوعية والاستقلالية والشفافية والمكاشفة والمصارحة في التغطية الانتخابية بدون تحيز لطرف ضد آخر فكان من المهمة في هذه المرحلة التوفر على كيفية أداء الانتخابي أداء الإعلامي في فترة ما قبل الانتخاب أثناء الحملة الانتخابية الصمت الانتخابي يعرف كل هذه القواعد المتعلقة به يسعدني في كل مرة أن أرى الذين دربتهم منذ 13 عاما موجود الآن قيادات إعلامية فأجيال تتوارف وحمد الله هم يعملون بجد وتباؤون المناصب ويقدرون أهمية التكوين والتدريب لأن هذا أيضا مهم أن يكون أصحاب القرار مهتمين بموضوع التدريب والتكوين شكرا جزيلا لكم دكتور فواد عبد الرزاق إعلامي وخبير في مجال التكوين والتدريب من لندن بي بي سي شكرا جزيلا لكم شكرا أحيت فرقة موسيقية من جمهورية الرأس الأخضر سهرة فنية هذا الأسبوع في نواكشوت جسدت ألوانا مختلفة من التراث الموسيقي التقليدي لهذا البلد الإفريقي الصديق وأقدمت لوحات فنية تابعها جمهور متعطش لهذا النوع من موسيقى الشعوب الإفريقية التي نشأت أعلى ضفاف المحيط الأطلسي ضمن الفعاليات الثقافية العديدة التي تشهدها موريتانيا خاصة في مجال حوار الثقافات بين الشعوب استضافت العاصمة نواكشوت مؤخرا الفرقة الموسيقية الشهيرة لمجموعة أوريازول التي عادت مجددا إلى موريتانيا حاملة معها موسيقاها الممثلة لثقافة شعب جزر الرأس الأخضر المجموعة الموسيقية أوريازول من جزر الرأس الأخضر أحيت مساء الجمعة الماضي في المعهد الثقافي الفرنسي بنواكشوت سهرة فنية متعددة الألوان تعبر عن مشاعر وأحاسيس شعب جزر الرأس الأخضر الصديق لموريتانيا وهي سهرة موسيقية عبرت كذلك عن السعي لتجديد الموسيقى التقليدية لهذا الأرخبيل الصغير الراقصي على شواطئ المحيط الأطلسي والذي اقترنت شهرته باسم المغنية ذات الرجلين العاريين ألا وهي سيزاريا أفرويا في الاختم هذه النشرة الثقافية نعود لنذكر بأبرز العنوين الدبلوماسية الثقافية ودور موريتانيا في إفريقيا جسور من الشنقيط إلى الحبشة فعالية ميرجان عيون المقفى الثقافي مزيد من إشراقات الفن والتراثة ثقافة الإعلاميين بين تجارب السنين ودورات التكوين شكرا لكم مشاهدين على حسن وتابعة تحية من فريق العمل تبتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة